قمنا بنقل وجهة نظر تركيا إلى نظير البولندي وكان هناك أيضا تأكيد على ضرورة وقف اطلاق النار وأكدنا أن جهودنا ستستمر في هذا السياق وكما تعرفون أن وزيرة خارجية هناك في موسكو وفي الغد سيزور أيضا كييف وسنواصل جهودنا الرامية لوقف اطلاق النار وأن يكون وسط بين الأطراف المتحاربة ترجمة نانسي قنقر